اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 بحيث ان لا المفروض الغلط يبقى غلط طول الوقت والصح يبقى صح طول الوقت وبرضه تخاف انك في يوم تكون ما عندك شعبية وتقول كلام صح بس الناس لانهم مستقعدي لك ولانهم جايسين يدخلون بنواياك يأكلونك أكل عليها شي حلو ان الشخص بامكانه بامكان الكره يقل ويكتسب حب مع الوقت او فرضا بشكل عام يتغير بنظر الناس لانه تخيل الناس يمسكون عليك شو يبدون يكرهونك على باقي عمرك لا هذا رح يكون شي سيء بس الشهي الاسوأ من كذا انك تكتسب تعاطف تكتسب مجتمع وتكتسب شعبية على حساب ناس ثانين مو معنات انه تغير من شاعر بجاه شخص معنات انك تروح تحجم على الناس الباقين وعلى كل شخص ينتقده وعلى كل شخص يتكلم عنه بناء على تعاطفك هذا وعلى حبك معاه تخيل يكون عندي ناس يكرهوني يفجأة يصيرون يحبوني بس يصيرون يروحون يسفلون في كل الناس الثانين على عشاني لا وبأس المتابعين والله خلونا برضه نشوف تغريدات ثانية في التويتر احمد وحمد قاعدين يقارنوني بعمر الجبران اوف كيف يقارنوني بعمر الجبران واحد يقول قاعدت من النوم حصلت مسوين حملة تلغاء اشتراك للقناة الجفلوم الصراحة يستاهد اوف دعيم فترة من الفترات واحد يجيك يسوي لعبة كاملة بس عشان يتكتق عليك والحين او لا يسوين حملة إلغاء اشتراكات عشانه هذا الانسان هذا المنطق نانيكا قال يذكروني بفانس بيتي اس سياحهم يكثر اول ما احد يجيب طار الخط الأحمر الغير قابل للمساس حقهم بعدين هنا هنا المنطق شوف المنطق ارجوكم لاحد يسوي الموضوع دفاع عن الدين والدعوة الاخ واضح عن ايش قاعدتكلم واضح الهجمة اللي صارت وش سببها انتبهوا من النفاق وانتبهوا قمنات تعصب تتهجم اعرف دوافعك الحقيقية اعرف دوافعك الحقيقية هذه اكثر مقولة المفروض الشخص يخليه كذف راسه خلاص تبقى لأبد هنا كل المشاكل وكل الكلام اللي يطلع من وراء البث هذا حقهم مو عشان دين الحين البعض بيفكرني انا جلس دافع عن احمد ومحمد ممكن بعض يفهم زي كذا عادي اذا فهمتن زي كيف اك انا اللي قاهرني في السالفة مو انكم انتقدتم احمد ومحمد انا اللي قاهرني كيف التويتر زي الموج يبشيهم العاطفة يتمشيهم الشعبية هذا اللي انا قاهرني ما هي اول مرة تسير ان شاء الله المقطع كان واضح انا بس جي تسالف وان شاء الله الكل فهم كلامي بشكل عام ان كنت جالسة حاول افكر بطريقة نهيب هالمقطع هذا في طريقتين في اسوء الطريقة نهيب هالمقطع هذا هي اللي ان قعد اسفل في التويتر قعد اسفل بكل من فيه وقعد اقول التويتر خاره ومداشر سمود زي كذا فهمتن وفي الطريقة اللي نوع ما محببة بس كأنك تنفخ في كيس مفقوع بيدخل كلام منهم ويخرج منهم على قولهم لا تخلي عواطفك تغطي عليك حاول انك تفهم حاول انك تكون محايد لا تخلي عواطفك تمشيك بس انت اللي جالسة تابع اختار نهاية اللي تاجك